اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اربع انا خمس حلقات منهم لنهاية العام رح نبدأ نخصص هذه الحلقات لنوع من المراجعات للمسائل المنهجية التي يمكن استخلاصها من حصيلة هذه السنوات الاربع والخمس التي مرت على المنطقة بحيث تشكل هذه الحلقات نوع من قراءة منهجية في فهم هذه العاصفة التي مرت في المنطقة الى اين نحن ذاهبون ما هي الافاق التي يمكن ان نراها تشخيص الوضع العربي العام واتجاهاته الحاكمة استقراء مهام او رؤى نعتقد بانه يجب ان يكون لها مكان وحيز في المقاربات الواجبة على القوى الحية في هذه الامة على القوى المقاومة على القوى التي تحمل مشروعا لمواجهة مشاريع الهيمنة والتفتيت والتقسيم وتحلم بدولة عادلة دولة عصرية دولة قائمة على مفهوم الجمع المبدع بين الحرية والديمقراطية والهوية الملتزمة بخيار المقاومة وبالتالي الفكرة اصلها ان هذه الحلقة والحلقات التي تلي سنحاول ان تكون ساعة متصلة يعني مش عما نقسم الان الى اقسام لنجيب على التطورات الا اذا حدثت تطورات كبرى يعني خلال هذه الفترة المتبقية حتى نهاية العام تستدعي نعمل حلقة ساعة مخصصة لتحليل الاحداث التي تجري بحينها او منقسم الحلقة قسمين او منقسمها ثلاثة مناخد قسم عن التحليل ورؤية التطور الاني وقسم منرجع منكمل فيه محور من محاور البحث في فهم الاطار العام للذي جرى والذي سيجري في المنطقة لكن انا من الذين يعتقدون انه نحن خلال الحلقات السابقة كلها اللي كنا نخصصها للاجابة عن تساؤلات لمحاولة رسم مسارات لمواكبة احداث بعينها صار بيسوى انه نعمل قراءة اوسع قراءة اشمل قراءة تطلع من الحدث التفصيلي لتحاول ترسم صورة للمشهد ومبرر الحديث الحقيقة انه انا بالامس كنت في واحدة من حلقات البحث الدراسي باحد المجموعات العمل اللي عم تناقش يعني الوضع العربي اين الى اين كيف يمكن ان نستقرئه واستشعرت انه على مستوى النخب على مستوى الناس على مستوى المعنيين وحاملي الهم صار بيسوى نعمل قراءة ابعد مدى من اللحظة قراءة اوسع في الجغرافية من الحيز اللي عم ممكن نقف عنده مرة في العراق ومرة في سوريا مرة في لبنان مرة في لسطين لنرجع نرسم الاطار العام لنقدر نرسم اطار عام طبعا نحن عم نحكي هون عن نقول العرب الى اين او العرب اين منبلش من قراءة تاريخية في الحقيقة لكن قبل بدي يقول انه المشهد اللي كتار بيغرقوا فيه الان لما بيجاوبوا على السؤال العرب الى اين بيبنوا عن وين كنا وين صرنا مش لوين رايحين يعني بيقولوا بما انه كنا كذا وصرنا كذا فنحن رايحين الى خط يرسمه ما كنا عليه وما نحن عليه الان كمل فيه بيطلع رايحين الى الاسوأ يعني اذا قلنا نحن كنا قبل ست سنوات سبع سنوات صحيح ان انظمة مساحة الحرية والديمقراطية فيها نسبية ومحدودة اذا حكينا بشكل اساسي عن الثقلين العربيين سوريا ومصر مثلا فمنقول لكننا الان مصر وين وسوريا وين عدد القتل الشهداء الجرح الخراب الدمار تمركز المجموعات المسلحة نمو الارهاب الاصابات التي لحقت بالهوية الوطنية التشرذم التشضي المداخلة الاجنبية وحجمها بين سوريا المحصنة وبين سوريا الان التي يعني تمد الدول الكبرى والصغرى يدها اليها ليكون لها فيها نصيب بين مصر التي كانت بصورة او باخرى لاعب اساسي في المنطقة وبدأت تتحول بشكل او باخر الى ملعب من الملاعب التي يجري تقاذف المصالح والحسابات والقوى فيها اذا اخذنا قبل عشر سنين وابعد شوي يعني قبل خمسة عشر سنين راح نشوف العراق وين كان كان نظام مغلق نظام قاسي مع شعبه نظام مساحة الحرية فيه قد تكون صفر لكن كان العراق جيش ودولة واقتصاد وبنى وامكانية تحسب لها اسرائيل حسابات في منطق القوة الاجمالي للقدرة العربية اذا اخذنا المشهد العام العربي منقول انه نحن كنا صحيح عندنا مشاكل صحيح البلاد العربية فيها سوء توزيع بالثروة فيما بينها اولا بين دول غنية ودول فقيرة وفي قلبها بين ناس اغنياء وناس فقراء لكن كان دورة الحياة ماشي حالة وكانت الناس يعني ندبر امورها مثل ما بين قال بينما اليوم نحن نتحدث عن حالة من العطالة والبطالة والهجرة والنزوح ويعني قساوة العيش تصل الى حد مواجهة خطر الموت بسبب فقدان الموارد فكيف وخطر الموت على يد مجموعات الارهاب كيف خطر الموت على امام الحروب الاهلية وتوسع نطاقها وشمولها مساحة جغرافية واسعة حجم المداخلة الاجنبية بكل البلاد العربية ارتفع وازداد القوى والدول المحيطة بهذه الامة العربية كانت في الماضي يعني تعدلها تساويها تقترب منها في المعاناة من المشاكل في ضعف القدرة على التصرف بالثروة في المشاكل الامنية وين نحن ووين هني اليوم تركيا رغم كل ما عندها بعدها احسن الف مرة ايران احسن واحسن اسرائيل على يعني مساوئ ما هي عليه ليست في المأزق الذي تواجهه اوضاع كياناتنا الوطنية في البلاد العربي فالذي يبني على صورة الوضع العربي الى اين الهوية العربية اللي كان الها مكان ولكن منافسها كان الهوية الوطنية الان صرنا نقول الهوية الوطنية الى مكان يعني كان العربي عربي وحد منا مصري حد منا سوري حد منا اردني حد منا فلسطيني اليوم طارت الهوية العربية وصار شيعي وسني ومسيحي ودرزي وحد منا شوي هو سوري هو مصري هو فلسطيني هو مغربي الى اخره فاذا في كل المقيس واضح انه درجة التراجع مرعبة ويعني تسبب الذعر لاي باحث وبناء عليه المنطقي والطبيعي ايضا للمحلل المتسرع المستعجل انه بياخد نقطة مع نقطة وبيقول اذا هذا هو الخط فاذا كمل عليه اذا يبقى خمس ستين هيك الخمسين جايين نحن رحين الى الاسوأ الى الحضيد هل هذه الرؤية صحيحة؟ هون انا شعرت بانه احنا بحاجة لنعمل اعادة قراءة نحن بحاجة لنرجع نرتب هيك بعائل بارد ناخد العناصر اللي بيتكون منها المشهد ونرتبها هل نحن امام يعني متغيرات نمر بها بصفتها اقدار بمعنى انها تطورات تصنعها عناصر حاكمة بنيوية هيكلية وهي مستمرة متمادية قابلة للحياة هل هذا هو المشهد؟ ام نحن امام حركية ديناميكية تطور عاصف ناتج عن عناصر اذا قرأناها منقدر نعرف عمرها الافتراضي منقدر نعرف حجم فعلها منقدر نعرف الى اي مدى هي قادرة ان تتحول الى عناصر صياغة للمستقبل يعني اذا اجينا انه نحن مثلا هاي البلاد العربية اللي طلعت من الاستعمار الفرنسي والبريطاني باربعينيات القرن الماضي بين الاربعينيات والخمسينات كانت عما تطلع بريطانيا وفرنسا من لبنان من سوريا من العراق من مصر هذا كان المشهد وكان حده عم تجي قيادات تحكم هالبلاد هي بصورة او باخرى الاقطاع الزراعي والتجار والمتمولين واصحاب المصارف ابناء البيوتات العائلية الكبرى التي كانت تعمل في السياسة سواء من المورد الرئيس مالي او من المورد الزراعي الاقطاعي بشكل عام وعاشت هذه النخب في السلطة بين عشر وعشرين سنين ومعها كانت نكبة فلسطين تتحول لتصبح القضية الضاغطة في الوجدان العربي ومعها كان فيه متغير يحدث في الفضائين الدولي والاقليمي متغير كبير اسمه ان الاستعمار البريطاني والفرنسي يتلاشى بسبب الاصابات التي تلقاها في الحرب العالمية الثانية والاستعمار الامريكي يتقدم ليحل مكانه بقلب هذا المشهد نحن شفنا انه في نخب جديدي صعدت وصعدت بفترة متقاربة بفترة عشر سنوات كانت هذه النخب نفسها تحكم البلاد العربية لهي النخب العسكرية التي قادت انقلابات بدأت بثورة جمال عبد الناصر وحملت راية التحرر من الاستعمار ومواجهة اسرائيل وتحرير فلسطين وإقامة العدالة الاجتماعية وتوزيع الارض على المزارعين والغاء الاقطاع وإقامة قطاع عام صناعي قوي قادر ان يؤمن قدر من الاكتفاء في الانتاج الداخلي تطوير الزراعة بحيث ايضا يتحقق اكتفاء غدائي تأمين مشاريع الري يعني عملة نهضة وهذه المرحلة هي ذاتها شفناها بسوريا بمصر بالعراق في شكل اساسي عم بحكي ولاحقا بالجزائر بعد التحرر من الاستعمار الفرنسي وانتصار التورة وهو عم نحكي عن مين عم نحكي واليمن اللي رجعت لحتهم عم نحكي عن البلاد اللي عدد سكانها مبلش بمصر عم نحكي عن وقتها الـ 50-60 مليون وبعدهم عم نحكي عن الاربعة اللي بيجوا بعدها مباشرة يعني اللي هن سوريا العراق اليمن الجزائر الرباعي السكاني اللي مجموعة سكانه بعادل مصر واللي اذا جمعناه ومصر صرنا عم نحكي على تلتين العرب والباقي كله التلت يعني بلاد المغرب بدون الجزائر وبلاد الشام بدون سوريا والعراق ودول الخليج والجزيرة بدون اليمن ودول الوادي النيل بدون مصر كلهم بيطلعوا التلت ومصر مع الجزائر مع اليمن مع سوريا مع العراق بيطلعوا التلتين تلتين العالم العربي اكيد لما بيكون القوة القائدة هي الثلثة الاول اللي هي مصر بتقطر وراها بإطلاق المناخ هذا الثلث الثاني الحيوي وبيتحولوا التلتين إلى مشروع قيادي وبتصير الحقبة العربية بين الخمسينات والسبعينات هي حقبة عبد الناصر يعني هي الحقبة الناصرية اللي سماتها معروفة اللي سماتها استقلالية وعد بتحرير فلسطين واستعداد للحرب من أجلها تأميم النفط تأميم القناة السويس بناء السد العالي يعني المشاريع المائية توزيع الأراضي على الفلاحين بناء صناعة ثقيلة عم نحكي مصر الجزائر سوريا العراق اليمن كله مثل بعضه مشي بهذا الخط وبناء دولة مركزية بناء جيش قوي بناء إدارة قوية وبالتالي هذه الحقبة ابتعدت واقتربت عن المسار الأمريكي بالموضوع الإسرائيلي الحقيقة هو الذي أسس للإفتراق والموضوع التنموي أيضا يعني أمريكا بالبدايات حاولت بأثناء العدوان الثلاثي كان موقفها أقرب إلى الموقف المصري ومعروف إنذار إيزنهاور وبالتالي كانت تحاول أن تستوعب أمريكا هذا المتغير وتتلقى في حضنة لكن فشلت في هذا لأن هذه النخب التي قادت عملية التغيير كانت نخب وطنية عريقة استقلالية بامتياز وعم نحكي على رأس جمال عبد الناصر عم نحكي على نموذج حافظ الأسد عم نحكي على هذا المناخ الذي أطلق عم نحكي حتى على ثورة البعث في العراق عم نحكي على الثورة الجزائرية عم نحكي على الثورة اليمني طابع الاستقلالي الرهان على بناء قدرة اقتصادية الرهان على بناء جيوش قوية وبالتالي ما أدرت أمريكا أن تحتوي هذه الظاهرة ولذلك كانت أمريكا هي من وقف وراء حرب 67 التي أرادت تدمير هذا التحول الكبير إسقاط هذه الحقبة طيب سقطت هذه الحقبة 67 عمليا كانت عملية بداية الأفول للحقبة الناصرية صحيح هي رحلت مع رحيل جمال عبد الناصر عام 70 لكن واقع الحال خلص بدأ الانكسار العربي يخيم منذ العام 67 إسرائيل التي أحدثت هذا التحول بتوجيه ضربة مدمرة لنظم الوطنية التي حكمت العالم العربي وشكلت بديلا للنخب الرأسمالية والإقطاعية التي خلفت ما بعد الانتداب والاستعمار يعني 40 من الأربعينات لمنتصف الخمسينات ومن منتصف الخمسينات إلى مطلع السبعينات إجت الحقبة الناصرية من السبعينات وجاي لسنة الألفين منلاحظ أن العالم العربي مر بحقبة ملتبسة هذه الحقبة فيها ومضات إيجابية لكن العنوان السياسي العام الطاغي عليها سلبي عنوان تربيطها مع المشروع الأمريكي بسورة أو بأخرى وكلما تفلتت حالي تطلق بوجهها مجموعة من آليات التخريب والتدمير والضغط والقتل حتى توصلها إلى تسوية ما تكبلها تحول دونها ودون أن تكون قوة قائدة باتجاه إعادة إطلاق مد شبيه بالليذي عرفته المنطقة مع جمال عبد الناصر من السبعين للألفين نحن عم نراوح هيك حرب تشرين وهي يمكن أهم حرب في تاريخ العرب أجهضت نتائجها انتصار سوريا على الإخوان المسلمين ما أدر يعطي سوريا المكاني والدور في أن تقود هي مرة أخرى العالم العربي اللقاء السوري المصري السعودي اللي تم بس تسعيناته بإلى الألفين وما بعد الألفين ملتبس بمحل السعودي قادر من خلاله يضخ سياسته في العالم العربي بمحل ما سوريا قادر يتأمن حماية لخيارها الممانع بمحل آخر في إعادة دورة حياة لموقع مصر العربي لكن نستطيع أن نقول أن هذه السنوات سبعين للألفين يعني ثلاثين سنة هول إذا بدنا نقول شو شهده هولي شهده سطوة الرمح الإسرائيلي والتوظيف السعودي لهذه السطوة ويصح القول مع فورة النفط وأسعار النفط وشراء الذمم والتوسع الإعلامي وواواواواوا عم نحكي عن حقبة سعودية بقوة العصى الغليظة الإسرائيلية التي دمرت مرحلة عبد الناصر هذا منه إسقاط ذاتي لرؤية على واقع هذا هو الواقع ولها السبب نلاحظ أن سنة الألفين مع أن السعودية ما أصيبت بشي سنة الألفين التي أصيبت هي إسرائيل بأن اهتز كيانها بالهزيمة التي وقعت على يد المقاومة في لبنان والتي كان لسوريا ولإيران بيع طويل فيها هذا التحول أن تجمعه مناخ إقليمي جديد ومناخ دولي جديد المناخ الإقليمي الجديد أنه بهذا الانتصار تحول الثناء السوري الإيراني إلى قوة صاعدة بالوقت السعودي المصري يعني الاعتدال العربي مثل ما قالت جونداليزا رايس وقتها ضمور وذبول بسبب العجز عن إنجاز السلام يعيد بعضا من الحقوق بكرامة للعراب والمنطقي والطبيعي أن خيار المقاومة بدأ يتحول إلى خيار إقليمي وبدأ يصبح خيار شعبي وبلشنا نشوف صور السيد حسن نصر الله بالمأزهر بلشنا نشوف الشارع العربي من الجزائر من المغرب من اليمن يهدر تضامنا مع الانتفاضة الفلسطينية في العام 2000 وبالتالي شفنا إذن مناخ جديد هذا المناخ الجديد كان يعني لما منقول أنه في قلب الخليج نفسه كان المزاج لصالح خط المقاومة الرئيس بشار الأسد بعد خطابه في القمة العربية في شرم الشيخ عام 2002 عشية غزو العراق يتحول إلى رمز ونجم في الجامعات الخليجية وفي الجامعات المصرية وفي قائد المقاومة السيد حسن نصر الله يتحول إلى رمز عربي كاسح نشوف أن الحقبة السعودية سقطت سقوط مدوي مع سقوط العصى الإسرائيلية الغليظة مش فقط لأن الحجة التي قامت عليها قيادة السعودية للعالم العربي تحت عنوان تأدية فروض الطاعة للأمريكي كانت تستند أصلا إلى أنها جواب على ما أسمته مغامرة عبد الناصر أنه عبد الناصر واللي مشيه وراء عم بيغامره هولي فكروا أنه الأمريكان ضعاف وفكروا أنه إسرائيل يمكن هزيمتها هيا هون تكسروا وكسروا العالم العربي بسبب هذه المغامرة وهيانا لنرجع ننقذ ما يمكن إنقاذه رايحين نؤدي الطاعة للأمريكان ليكفوا عننا الشر الإسرائيلي هذا المنظور نهار لأنه إجت المقامي وقالت هذا الإسرائيلي اللي بدكن تكفوا شره ولكن نحن اللي من كف شره وكافين شره ومش لا يقهر ولكن يقهر ويقهر 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 وها نحن نقهره وكل يوم نقهره والأمريكي مش قادر يعمله شيء ومش قادر يعمل معنا شيء ومش قادر أنتم يحميكم هذا الانهيار للمنظومة القيمية الثقافية الأخلاقية السياسية استراتيجية لمبرر وجوهر السياسات الخارجية العربية هو عامل حاسم في سقوط الحقبة لكن العامل أشد حسما في سقوط هذه الحقبة أنها بالأصل قامت على العصة الغليظة الإسرائيلية بانهيارها أوتوماتيكيا هي شعرت بالتلاشي وبدأ الفراج الإقليمي الاستراتيجي تملأه قوى خيار المقامة الممثلة بالثناء السوري الإيراني طبعا هذا الوضع استدعى من أمريكا أن تحضر مباشرة إلى المنطقة لأنه أمام الفشل الإسرائيلي السعودي يعني إسرائيل مشكلتها أنه لما عملت بال67 الانتصار لا تملك الشرعية التي تتيح لها أن تدير العالم العربي فهي مرفوضة شعبيا حتى النخب الحاكمة لا تستطيع أن تتعامل معها الحرم عليها قائم المطالبة بالثأر والانتقام والاستعداد هو اللي أنتج حرب تشرين أصلا وبالتالي إسرائيل ما فيها توظف في السياسي إلا بوسيط تجير له الهزيمة اللي تمت بال67 فكان هذا الوسيط هو شريكها في العداء لعبد الناصر اللي هو السعودي وعلى كل حال ذات الخطاب الذي استعمل بوجه عبد الناصر في فترة الصعود الناصري أنه عن بغامر وأنه مفكر أنه إسرائيل حبتين وأنه مفكر بيقدر يهجم إسرائيل هو ذات الخطاب اللي استعمل ضد المقاومة وأنه هذه فلتة الشوط بالألفين اللي صدقتوها انتصار هي مش انتصار إسرائيل انسحبت وبالألفين وستة كان جاهز السعودي أن يعيد بوجه المقاومة ذات الخطاب الذي قاله بوجه عبد الناصر وكان ينتظر أن تحقق إسرائيل بعدما كفت عن أن تكون احتلال أنه هاي إسرائيل بالألفين انهزمت مثل ما الأمريكان انهزموا بفياتنام مثل ما السوفيات انهزموا بأفغانستان ما كل دولة محتلة بتواجهها مقاومة ممكن أن تهزم لكن إسرائيل جاي بالألفين وستة مش مثل ما كانت بالألفين مثل ما إسرائيل اجت بالسرعة وستين بتجي لتدمر لتسحق هلأ إذا أرض سايبة وفاضية مثل سينة مثل الجولان بمعنى ما فيها كثافة سكانية تسمح ببناء مرتكزات اشتباك بتقدر تبقى فيها بس إذا كثيفة مثل جنوب لبنان بتنكفئ منها كي لا تتكرر تجربة هزيمتها على يد المقاومة وبالتالي شهدنا من الألفين وصعودا مجيء كثيف للأمريكي إلى المنطقة لكسر القوى الإقليمية الصاعدة لإلنا هي سوريا وإيران ففات على أفغانستان والعراق طوأ إيران من ميلين العراق وتركيا الأطلسي وإسرائيل ثلاث ميلات طوأ سوريا أملا بأن هذه المقاومة لعملة هذا الإنجاز تكسر وتقطع شرائينها وتسترد إسرائيل ما سمته قوة الردع أو حيوية عصاها الغليظة في المنطقة وتسترد معها السعودية حيوية قيادتها السياسية يعني إعادتنا إلى الحظيرة السعودية كانت تستدعي هذا الحضور الأمريكي في حربي أفغانستان والعراق وهذا الاستعداد الإسرائيلي لإعادة إنتاج قوة الردع وهون لما منقول فشلت أمريكا في أفغانستان والعراق ما منقول أنه العراق صار وضعه أحسن لا حيث تفشل أمريكا في أن تحقق أهدافها تدمر ما بتتركك أنك أنت تطلع بخير بتلحق فيك كل الأضرار الجانبية اللي بتملكها بتولع الطائفية وبتدمر الجيوش وبتحاول تترك الفتن لكنها لم تأتي من أجل هذا هي جاءت من أجل أن تكسر أن تفرض المهابة أن تضع حدا للتمادي بين هلالين الإيراني والسوري في الخروج على الخطوط الحمراء ودعم خيار المقاومة تردن على محل وتقول للإسرائيلي هلأ شرف استلم رتبتلك الساحة وتقول للسعودي بإمكانك أن تعود وأن تقول انظروا ماذا فعلوا بنا جلبوا لنا القراب وبالتالي إياكم أن تتبعوهم مرة أخرى هل منظومة ثقافية التي أريد إنتاجها من الاندفاع الأمريكي العسكرية لم تتعقق لا إيران خنعت ولا سوريا استسلمت ويجا كولين باول وزعبوا الرئيس الأسد وقال له روح هذا كلام لا يصرف عندنا بدك تعمل بدك تسوي دباباتنا على الحدود فقال له سنلتقي وسوف تطلبون عوننا لأنكم ستغرقون في مستنقع العراق ومقاومته وبدأ التآكل وانهيار وهج هذا التحول الذي أحدثته أمريكا استلحقته على السريع باختبار إعادة إنتاج قدرة الردع الإسرائيلية فكانت حرب تموز 2006 الذي تكرس في حرب تموز 2006 هو الذي أنتج في العام 2000 يعني سقطت مرة أخرى العصى الغليظة الإسرائيلية رغم الحضور الأمريكي القوي في العراق وأفغانستان ورغم المال السعودي ورغم الخطاب السعودي اللي بيقول المغامرون ورغم المحاولات التي قامت كلها على هذا الجمع بين القدرة الإسرائيلية والسعودية علنا وبدون حرج وبدون خجل وبدون حسابات مثل ما قالت تسبي ليفني لا بتحرجوني نطلع منحكي مين كان يتصل فينا ملوكه أمر بن الصليل ويقول دخيلكم لا توقفوا نريد أن لا نرى سبابته وهو يهددنا والمقصود قائد المقاومة اسحقوا عظامهم لا توقفوا إطلاق النار طيب فشلت حرب تموز وبالتالي تكرس سقوط الحقبة السعودية الإسرائيلية وماعد في شيء نعمل لا إعادة أحياء دخلت المنطقة مع الاستعداد بيكر هاملتون والاستعداد اللي قال على الانسحاب من العراق وأفغانستان اللي قال على الاعتراف بإيران وسوريا قوتين إقليميتين صاعدتين اللي قال الاعتراف بالمدى الحيوي لإيران الاعتراف بالمدى الحيوي لسوريا الاعتراف بقوة حزب الله شو هو هو اقرار بنهاية الحقبة الإسرائيلية السعودية والرهان على إمكانية الانخراط الانجاجمنت بسموه مع هذه القوى الجديدة شو البديل اللي تقدم على الطاولة انه قبل ما تطلعوا من العراق وافغانستان واللي على اساس انتخب اصلا اوباما بال2008 رئيس لامريكا شو البديل البديل هو الحقبة التركية العثمانية هاي المرحلة التالتي يعني نحن انتهلنا او الرابعة انتهلنا بمرحلة اولى بعد الانتداب المباشر الفرنسي والبريطاني الى حكم النخب الرأسمالية والاقطاعية والبيوتات والعائلات وانتقلنا بعدها وتحت تأثير وجود اسرائيل واحتلال فلسطين وتحت تأثير التطلع الاستقلالي والوحدوي والتنموي لشعوبنا الى الحقبة الناصرية التي قادتها النخب العسكرية بال67 تلقى مشروع النخب العسكرية القومي والوطني الاصابة الاكبر باسقاط تجربة جمال عبد الناصر وتداعت وراءه المشاريع الشبيهة ودخلنا في الحقبة السعودية الاسرائيلية بالالفين اصيبت اصابة بالغة حاولت ان تعيد انتاج ذاتها مستقوية بالحضور الامريكي المباشر لاجلاء هذا المستجد لاسمه صعود خيار المقاومة ومحور المقاومة متمثلا بالثناء السوري الايراني فشلت حرب العراق وافغانستان في احداث هذه النتيجة فشلت اسرائيل في اظهار انها تمكنت من اعادة انتاج قوة ردعها وترميمها في حرب تموز 2006 فتكرس السقوط هلأ دخلنا الحقبة الرابعة بعد النخب الاقطاعية الرئيسمالية بعد الحقبة الناصرية بعد الحقبة السعودية الاسرائيلية اجد الحقبة الرابعة اللي هي الحقبة التركية المسمات الربيع العربي هلأ مثل ما الحقبة الناصرية رافقتها موجات وهبات شعبية واجت تحاول توظفها كي لا تذهب بلا مردود في خدمة مشروع هو مشروع المواجهة مع اسرائيل واسترداد فلسطين وتحقيق وحدة عربية وتحقيق تنمية واصلاح زراعي وتحقيق بناء قطاع عام اقتصادي قوي وتحقيق بناء جيوش هالمرة كمان فيه اضرابات ومظاهرات وتملم الجعبي وشعور بالتذمر وبالغضب لكن في من وظف هذا لمشروع هالمشروع هو يتسلم الاخوان المسلمون المنطقة يضمنون امن اسرائيل وهم تنظيم متسع موجود بالمنطقة تركيا هي النموذج الذي يرى فيه الغرب حالة ثالثة هي ليست الحالة الناصرية سواء كان اسمها اسلام او اسمها بعث او اسمها ايران او اسمها جمال عبد الناصر مفهومها هو الاستقلال هو التحرر هو بناء دولة قطاع عام قوية هو بناء اصلاح زراعي هو بناء دولة رعاية تقدم الصحة والتعليم والطبابة مجانا تعالج مساكل السكن الى اخره هذا النموذج الناصري موذاته الى ايران وهو ذاته بسوريا هذا النموذج اللي عم نحكي عنه هذا النموذج منه هو التركي تركي رأسمالي بالاطلسي لكن التركي اسلام اخوان مسلمين بيلبسوا جرافات بس وبيحكوا اجنبي وقعدين على الطاولة الغربية لكن منهم نموذج الاعتدال السعودي المصري لا بيبعثوا سفينة مرمرة لفك الحصار عن غزة عندهم جزيرة اللي هي الرأي والرأي الاخر والتعبير عن المزاج العام للشارع العربي بيوقفوا ضد الاحتلال للعراق وبيوقفوا ضد العدوان على لبنان بتموز 2006 ضد العدوان على غزة ب2008 هذا النموذج المركب اللي مبين انه واقف بالنص انه منه هاي ومنه هاي فبيطلع انه هو مش تطرف ومراهقة الناصرية وحزب الله وسوريا وايران اللي ملاح تجيب لنا الا الخراب بين هلالين طبعا وهو ليس خنوع واستبداد مبارك عبدالله او مبارك فهد مش مهم هو شيء تالت هو شيء بيشبه اردوغان اللي معه حركة حماس مقاومة اللي معه امير قطر اللي جاب لنا المونديال 2022 اللي معه الشيخة موزة اللي بتلبسه بتروحه اللي معه الجزيرة التعدد الاعلامي هذا النموذج العلماني الديني الفيطب بعضه مخلوطة هذا النموذج اعطي فرصته في السنوات الخمس وهذا النموذج الامريكي مش انه ما كان عنده مانع فيه سلموا تونس ومصر يعني احنا لما منقول انه هبت الناس بتونس مظبوط شعب غاضب خرج ما بدي ناقش دور الاعلام باخراج الناس ما بدي ناقش كيف الجزيرة والعربية لتقوا على تخت واحد يعني على مخدي وحدي ومهن بينات المصنع الحداد بين الممولين السعودي والقطري هذا كله من انتغضى لكن السؤال هل كان الخروج الشعبي في تونس الذي بدأ بنسبة 20% ل25% يتسع ليصبح 100% أو 90% أو 70% لو نزل الجيش يدافع عن النظام يعني بمصر لو نزل الطنطاوي ونزل عمر سليمان بجيش يواجه طلائع الحركة التي انطلقت في ميدان التحرير كنا منشوف نفس النتيجة كنا منشوف سقوط نظام ما حدا فيه جزم كنا منشوف يا قمع للانتفاضة يا انقلاب عسكري يا شيء آخر لكن في حدا أرر الجيش بتحيد منروح على انتخابات بيجو الأخوان بالانتخابات هذا اللي صار بتونس وهذا اللي صار بمصر وهذا اللي صار بليبيا وهذا اللي صار باليمن وهذا وهذا هالنموذج المعمم ومعادلته بسيطة دفع على الحساب اسمه رأس زين العبدين بن علي ورأس حسني مبارك اعطونا رأس بشار الأسد والتركي هو المتعاهد والقطري الممول والأخوان المسلمين على مساحة المنطقة هم أداة التنفيذ حتى باليمن أصلا تسويا اللي تمت لإقصاء علي عبدالله صالح جابت حزب الإصلاح هو القوة المنظمة بقلب البنية الجديدة لحكم منصور هادي حتى اللحظة فأخونت المنطقة الحقبة الأخوانية والحقبة العثمانية هي ذاتها هذه الحقبة أخذت فرصتها عندنا في قلب هذا الاشتباك شكل صمود سوريا هو العتلة التي مثل ما صمود المقاومي بجنوب لبنان أسس للانقلاب اللي أسقط الحقبة السعودية الإسرائيلية هذه المرة صمود سوريا صمود المقاومي كان مدعوم بثنائي اسمه سوريا وإيران صمود سوريا كان مدعوماً بثنائي اسمه روسيا وإيران وبدأ فضاء دولي إقليمي جديد الأمريكي اللي طالع من أفغانستان والعراق منه قادر يبني الإمبراطورية العسكرية تبعه ومرة تانية بدي يرجعول ما حدا هون يرجع يذكرني يقول بس ليكوا العراق شو عملوا فيها الأمريكان هيك بيعملوا الأمريكان محل ما بيفشلوا هذا مش دليل نجاح هذا دليل فشل لأنه محل ما بينجحوا ويحكموا بأدمون نموذجهم بالحكم محل ما فشلوا بأن يبنوا امتداد الإمبراطورية العسكرية التي أسسوا لها دمروا وخربوا فلتوا العصبيات وفلتوا الغرائز وأنهوا الجيوش وأخذوها على الفوضى وأخذوها على أشكال من التفتيت والتقسيم واضح وهكذا بأفغانستان أيضاً لكن حيث الأمريكي جاء به هذه الغزوة الإمبراطورية التي أراد فيها أن يحدث تهاوي في حجارة الدومينو أنه أنا بوصل على العراق وبوصل على أفغانستان ترفع العشرة إيران ترفع العشرة سوريا بركب المنطقة من جديد على قاعدة أنظمة تابعة أنظمة كما أريد أنظمة مرعوبة ومذعورة إذا ما كانت تابعة يعني يبقى النظام بسوريا ونظام بإيران لكن تحت ضغط الخوف والقلق من شن الحرب عليه في أي لحظة تعوم قوة إسرائيل ومعها تعوم السياسة السعودية في إدارة المنطقة طيب هذا الفشل ومعه لما منقول أنه هذا الأمريكي تارك لأنه قوته العسكرية ما عادت تحمل هذا الفراغ الاستراتيجي الكبير الناتج عن هذا الانكفاء عن غياب صيغة إقليمية قائمة على توافق عرض الرئيس بشار الأسد قبل بدء هذه الأزمة استشرافاً واستقراءاً لمرحلة ما بعد الانكفاء الأمريكي وعرض على السعودي يعني جائزة تعويض جائزة طرضي أنه تعكون جزء أنت من الحل الإقليمي وعالتركي استباق إغرائي أنه تعب لما تروح على المغامرة المخاطرة بوهم العثمانية تعال كون شريك فوطرح نظرية البحار الخمسة إذا بتتذكروا اللي هي قزوين يعني عم نحكي هون روسيا وإيران اللي هي بحر الخليج أو بحر العرب اللي هي إيران ودول والسعودية يعني بمعنى أو بآخر كتمثيل اللي هي البحر الأحمر يعني مصر اللي هي البحر المتوسط يعني سوريا ليكون بنظرية البحار الخمس هذه الدول قادرة على بناء نظام أمن إقليمي يضمن الاستقرار وهو يأخذ البلاد العربية والإسلامية نحو عملية إصلاحية هادئة تشبه هويتها قادرة على تحمل نتائجها ليست ادعاءا إصلاحيا لتكسير الدولة الوطنية مش على طريقة جورباتشوف يعني ادعاء إصلاحي لتكسير الدولة الروسية بل إصلاح هادئ متدرج قادر على حماية الثوابت ومفهوم الأمن القومي وبالتالي هذا طبعا السعودي والتركي رفضاه المشروع وبقوة وانحازا لمشروع آخر هو مشروع إعادة رسم الجغرافية السياسية للمنطقة تحت مظلة العثمانية الجديدة على أمل أن الحصة السعودية هي الخليج وقدر ما من النفوذ في سوريا القادمة طبعا هلأ نهار كل المشروع العثماني وما هو إعادة التعويم السعودي الإسرائيلي صمود سوريا أنتج هذا التحول كما صموده المقاومة بين 93 و96 وصولا للألفين وإنجاز التحرير كان هو العامل الحاسم في انهيار الحقبة السعودية الإسرائيلية صمود سوريا اللي هلأ على أهبة شيء يعني يقترب قاب قوسين أو أدنى من شيء شبيه بالذي أنجزته المقاومة عام 2000 أي التحرير الشامل لسوريا من الامتدادات الإسرائيلية السعودية التركية اللي هلأ اسمها الحركي صار إرهاب بس هي مخالب إسرائيلية وسعودية وتركية في الجسد السوري يقترب من إنجاز التحرير بدعم الثنائي الروسي الإيراني مين عم بحل إذن مكان الفراغ الأمريكي هذه المرة؟ الفراغ العسكري استراتيجي الأمريكي الفراغ العسكري الردعي الإسرائيلي الفراغ السياسي بالمشروع التسوي التلفيقي السعودي عم بحل مكانه بالسياسي وبالستراتيجية ثلاثي هو روسيا سوريا إيران المقاومة هنا هي القيمة المضافة في هذا المشروع القيمة المضافة العسكرية التي تغير وجه معارك عندما تدخلها والقيمة المضافة السياسية التي تربط كل تغيير بقضية محورية مركزية عنوانها القتال مع إسرائيل وإعادة إنتاج ميزان قوى جديد في وجه إسرائيل وبالتالي نحن دخلنا إذن مثل ما احتاجت مرحلة عبد الناصر هذا التبهوا معي فيه مثل ما مرحلة عبد الناصر استندت إلى حركة شعبية استندت إلى قضية معلقة اسم قضية فلسطين واسم قضية لاوية العربية واسم قضية بدن دولي تقدر تأمننا الصحة والتعليم والسكن مثل قضية الزراعة التي كان يحتكرها الإبطاع وكل أراضينا بور لا تزرع فلتوزع على الفلاحين ولتقم لها مشاريع الري والسدود هذا التطلب وهذا التطلب كان يحتاج إلى أبطال وإلى قادة ولكن معهل كان فيه مناخ دولي وإقليمي أنه فيه استعمار فرنسي باريطاني في مرحلة الأفول ومعه فيه استعمار أمريكي بعده ينبض حيوية بمبادئ ويلسون القائمة على حق تقرير المصير والقائمة على سيادة الدول الوطنية انكسر مشروع ويلسون ما قدر يتآلف مع الناصري لكن أنا بقدر لكم لو ما فيه إسرائيل بدأ يمكن كان فيه إمكانيه لأن يتعايش بطريقة أو بأخرى هالمرة لما منقول أنه فيه صمود سوريا وصمود العراق بوجه هذا التآمر التركي السعودي الإسرائيلي بمساندة وحماية ومؤازرة الثناء الروسي الإيراني والقيمة المضافة التي يمثلها حزب الله عم نحكي عن شي شبيه أنه فيه أفول للمرحلة الأمريكية مثل ما كان الأفول للمرحلة البريطانية الفرنسية ممهداً لمرحلة يكون فيها الأمريكي بديلاً إدرت تنفض من ثقوبه المرحلة الناصرية لكن عندما اشتبكت معه استعمل الثناء السعودي الإسرائيلي لإسقاطه لأنه حامل تاريخي لمشروع أكبر وأكثر قدرة منها بدليل أنه تمكن من إسقاط الاتحاد السوفيتي فما حدا يقول كيف إدري يسقط الناصرية يعني لا تواخذونا المنطقي والطبيعي هذا المشروع كان بعد عنده الكثير مما ينجزه لكنه الآن ينهي ما عد عنده شي ينجزه لهالسبب نلاقيه أنه عم نشهد أفول العهد الأمريكي الامبراطوري كما أفول في الخمسينات العهد الامبراطوري الفرنسي البريطاني وكما خلف الأمريكي بصعوده كقوة توحيد للأسواق وقوة إنتاج للعولمة بوطأة وسطوة التكنولوجيا وحرية التجارة هو كله نخلصه هو كله ننجزه ما عد عنده شي يضيفه بقوة حقوق الإنسان بقوة حق تقرير المصير بقوة 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 كله هتكة مش أنجز هتكة الآن بقوة الانحياز الأعمى لإسرائيل بقوة التنطية على جرائمها بقوة مرتكبة في أبو غريب وما يرتكب في جوانتانمو بقوة التعامل الوحشي مع الإرهاب القاتل والمجرم واستعماله تحت عنوان الاحتواء المزدوج بقوة الدفاع عن ديكتاتوريات بائدة لا دستير ولا قوانين انتخابات فيها كما هو حال العلاقة الأمريكية بالسعودية سقط أخلاقيا وسقط عسكريا بالفشل وسقط سياسيا بالعجز عن إعادة ترميم مصالحه بالصيغ جديد وآخر سقوطه كان هو سقوط المشروع العثماني مشروع الأخوانة بغلاف وبغطاء تركي قطري هذا المشروع الذي لا يستطيع أحد أن ينكر أنه امتلك جاذبية على المستوى الشعبي وعلى المستوى الغربي بأن واحد وشكل نقطة تقاطع بيناتهم آل للشعوب عم من ضيفكم حرية إعلام نموذج الجزيرة عم من ضيفكم ديمقراطية نموذج تركية عم من ضيفكم علمني وإسلام كالتشارك والتزاوج بينهما في نموذج حكم حزب العدالي والتنمية عم من ضيفكم جمع عجائبي بين تكونوا بالأطلس مع الأمريكان وفيكن تتبنوا الوقوف إلى جانب المقامة بحرب تموز والوقوف إلى جانب غزة بوجه الحصار بإرسال مرمرة والوقوف إلى جانب العراق ضد الحرب وضد الغزو الأمريكي كما فعلت الجزيرة وفعلت قطر وإذ فجأة كله بيبين أنه كان مسرحية مدروسة كانت أدوار تقبلها أمريكا وتصمت عليها وتتم بمعرفتها للرسمة فقط ولما اكتملت الرسمة بدأ الانقضاض وكشف الوجوه طيب وينهار المشروع هذا الفراغ الآن اللي عم نحكي عنه هذا الأفول للإمبراطورية الأمريكية في مكانه صعود بمفهوم غير استعماري يعني ما نجيح صلبطة وصطوع الثروات واستيلاء على القرار الوطني لكنه مشروع إمبراطوري أيضا لكل من روسيا وإيران هاتين الإمبراطوريتين الصعودتين بقوة القيم الحاملة قيم الاستقلال قيم التعاون قيم القوة العسكرية القادرة على أن تقول للأمريكي لا قيم البحث عن المشتركات قيم البحث عن المصالح الحيوية بقوة الجغرافية أنه بأي منطق الأمريكي لازم يكون له مصالح ببلادنا وهو البعيد ألاف الكيلومترات ونحن مصلحتنا المباشرة بالغاز وبالنفط أنا لجب أتعامل مع شركة أمريكية لو كانت تأتيني بالغاز والنفط من السعودي ومن قطر وأقرب لي إيران وأقرب لي روسيا بمنطق المصالح بمنطق الجوار بمنطق الجغرافية السياسية بمنطق الاحترام المتبادل للخصوصية الثقافية أنه شو بيجمع روسيا وإيران والصين الصين بوذي بس شيوعي وروسيا رأسمالي بس أرتودكسي وإيران مسلم شيعي ديني طيب شو بيجمعهم بيجمعهم التقبل أن كل من هذه الأطراف والهند بتلون يتقبل أن يكون الآخر مختلفا لأن قراره مستقل ولأنه ما بيدعي لنفسه حق في أن يصبغ الآخرين بلونه وأن يعيد تشكيل الآخرين على شكلته وبالتالي هذا المشروع الجديد هو مشروع امبراطوري لكن ما أنه استعماري هو مشروع يصدر القيم بقوة المثال مثل ما الثورة الفرنسية صدرت مجتمثال الحرية قيمها إلى أمريكا وقيمها إلى أنحاء العالم وقادت مرحلة طويلة عنوانها الأخوة والمساواة لها كانت شعارات الثورة الفرنسية وبالتالي هذا النموذج الأخلاقي في السياسة الدولية الذي يمثله الثناء الروسي الإيراني بدأ يملأ الفراغ بالقوة وفي السياسة والأمريكي بلش اعترافات شو التفاهم مع إيران عن ملف النووي منح شرعية النصر المحقق في نصر حقق أن إيران صمضت لم تكسر لم تنهزم لم تتنازل حاول الأمريكي ناور داور ضغط رهب رغم وصل إلى الطريق المسدود فوقع مع روسيا حاول بحرب الأسعار بحرب الأوكرانيا بالدرع الصاروخي باستعمال أوروبا بالحرب على سوريا نفسها ولما وصل إلى الطريق المسدود وقع شو وقع هاي فينا شو هي اعتراف بأن الراية في إدارة ملف سوريا تنتقل من اليد الأمريكية إلى يد الروسية بأوكرانيا نحن آخر سنة منوصل إلى توقيع التفاق مش إلى تنفيذ مش توقيع آخر بنود الاتفاق الخاص بأوكرانيا اللي هو توقيع أمريكي لروسيا لما روسيا فاتوا على لعبة أوكرانيا وأخذت القرم وحطتوا بحضنة وهو البيضة الذهبية بل الماسية التي لها قيمة استراتيجية ولها قيمة اقتصادية وهي المطل والشرفة اللي من خلال روسيا تطل على البحر الأسود هذا يعني أن هذا الفراغ الناتج عن أفول الإمبراطورية الأمريكية عسكريا وستراتيجيا وسياسيا عسكريا بفشل الغزوات استراتيجيا بسقوط المشروع العثماني الذي أرادت أن تحله مكان الثناء السعودي الإسرائيلي الآتي من هزيمة عبد الناصر عام 67 وسياسيا من خلال الفشل في إقامة منظومة نظام إقليمي بديل قائم على التزاوج والجمع بين القديم والجديد ما أدرى يملأه الآن هذا الفراغ يملأه الآن عامل صاعد حامل استراتيجي جديد هو الحامل الروسي الإيراني ومثل ما كل عمليات التغيير الكبرى لا تحدث إلا في قلب حامل دولي يعني ما قدرت حركة عبد الناصر تنتصر بالعدوان الثلافي إلا لأن الأفول كان حاكما للإمبراطوريتين الفرنسية والبريطانية وكذلك المقاومة انتصرت على إسرائيل لأن بداية أفول المرحلة الأمريكية لأخذت عشر سنين ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتراوح مكانها وتفشل تمكنت المقاومة من أن تنجز الناصر في عام الألفين وتسقط الثنائية السعودية الإسرائيلية يعني الحرب السعودية الإسرائيلية العصى الغليظة الإسرائيلية والغطاء السياسي والمالي والإعلامي الذي توفره السعودية هذا السقوط جبر أماركا استدرجت أماركا يعني المقاومة هي اللي جابت أماركا على المنطقة لإعادة ترميم هذا الثنائي ولما فشلت لجأت إلى البديل الثالث وهو آخر خياراتها أي العثمنة أو الأخونة وبالسقوط هنا خلص ما عد عنده مشروع سياسي ما عد عنده مشروع استراتيجي ما عد عنده مشروع عسكري لذلك لما منقول أماركا شو بحالها حالها ارتباك حالها نائض ومنقوض حالها هب تلجو هب نار حالها اليوم هيك بكرة هيك لعنده مشروع اليوم واضح هو الروسي والإيراني هلأ نحن إذن ندخل المنطقة تدخل حقبة جديدة على المستوى الدولي تدخل معها حقبة جديدة على المستوى الإقليمي طار المشروع العثماني عم يلفظ أنفاسه بيحتضر بيأوس هون بيبعد دبابات لهون بيحاول يعمل مشكلة لهون مثل الأزعر يعني لكن هو بلا مشروع وقبله طار المشروع السعودي الإسرائيلي فالآن بفهم المنطقة إلى أين تذهب ما ننقرأ أول شيء الحيز الجغرافي اللي بيشكل مدى الحيوي لهذا الحامل الاستراتيجي الجديد لهو الروسي الإيراني وين مدى الحيوي واضح أنه مدى الحيوي مشكلة العالم العربي يعني منكون عنه حقا حالنا له قدر من النفوذ يمكن في الخليج بقوة الحوثيين وما يجري في البحرين يعني العلاقات التي تربط هذه المعارضات القوية الحاضرة مع إيران لكن ما في مظلة تستطيع أن ترسم هي مستقبل الخليج وكمان واضح أن مصر لا تزال حالة الارتباك يعني الخليج ساحة مواجهة ومصر حالة ارتباك ودول المغرب غيبوبة هل لا تقدر قوى صاعدة ناهضة بالخليج أو بمصر أو بالمغرب أن تستثمر هذا الحامل الاستراتيجي أكيد لكن هذا يتوقف على قراءة مدى الحيوي أولا هل ينجح فيه أم لا يعني فيه تعاقب بالمراحل عبد الناصر ما أدر أن يشكل قوة مثاله نموذج لتقوم ثورة بالعراق وثورة بسوريا تلحق ثورة عبد الناصر بذات طريقة بنخب عسكرية تلاقي شعوبها تحمل لواء قضية فلسطين ترفع راية الاستقلال تبني جيش قوي تبني سجود توزع الأراضي على الفلاحين تبني صناعة قوية للقطاع العام صناعة نسيج صناعة تعدين صناعات جديدة صناعات تقنيات خفيفة هذا كله لو لم بنا بالنموذج المصري وأدم فيه قوة المثال ما تكرر بسوريا وبالعراق وبالجزائر وباليمن وبالتالي الحامل الاستراتيجي الجديد بد ينجح نموذجه وين مدى الحيوي مدى الحيوي بلاد الشان سوريا العراق ولذلك إذا نحن نتجه نحن إذا إلنا العرب إلى أين العرب الآن ذاهبونا إلى مرحلة عنوانها حامل استراتيجي جديد هو هذا الصعود الروسي الإيراني مع هذا الأفول الأمريكي عنوانها ثنائي سوري عراقي يقود هذا المدى العام لبلاد الشام لبنان الأردن جزء منه لكويت جزء منه يعني عم بحكي وبتمنى يكونوا اللي عم يسمعوني عم يبنوا عليه بالسياسي هذا بالسياسي يعني نحن ذاهبون إلى ثنائي سياسي كياني يمكن يطلع بصيغة اتحاد دول المشرق بمجلس مشترك يضم سوريا العراق لبنان الأردن للكويت وينسق مع كل من إيران وروسيا هذا المولود القيد التشكل لمخاضه الآن لسنتين لثلاثة ليتبلور عندما يصبح حاضرا سيكون هو القوة الكبرى والعظمى بكل البلاد العربية مصر حتكون بوضع صعب تحتاج إسناد هذا المولود الجديد الصاعد القوي القادر اللي عم بيعبر عن خمسين لستين أكتر سبعين مليون نسمة واللي عم بخاطب خليج كل مجموعة مشيخات وسعودية مثخنة الجراح لكن يمن يتعافى واليمن قادر أن يكون شريكا لهذا المشرق الجديد مع اليمن مع مصر لا بصير في وضع عربي جديد وبالتالي الوضع العربي إلى أين أو الوضع العربي أين إلنا الوضع العربي في أسوأ أحواله بمشهد القتل والذبح والتفتت والتشضي وصعود الهويات القاتلي والعصبيات والغرائز والتراجع الاقتصادي والبطالي وهجرة ولجوء وهروب وممر أجواء صرنا لدول العالم وتراجع في السيادي وتراجع في الاستقلال هريان بالخطاب السياسي اضمحلال في الثقافي هذا اللي نحن عليه معه كما كانت المقاومة هذا الوضع على كرحال بالاثنين وتمانين ما كان أحسن يعني اللي بيقرأ الوضع العربي بالثلاثة وتمانين شو بيطلع معه دخلكون بيطلع معه أنه إسرائيل تدخل عاصمة العرب الثانية بعد القدس وهي بيروت وتقيم فيها حكما عميلا لكن هلأ أنا بدي أسأل حدا بيقدر يقل لي أنه عنده مؤشرات تقول أن أمريكا قادرة على ترميم عناصر ضعفها يعني نحن رحين على سنة سنتين أمريكا رح تكون قادرة تبعت خمسمائة ألف جندي مثل ما عملت بحرب أفغانستان لا تحسم عسكريا والله أمريكا رايحة على فور اقتصادية ستسمح لها بأن تكون قادرة على إقامة علاقات ندية قائمة على الاحترام على التنازل عن عدد من المكاسب للدول والشعوب التي تريدها أسواقا لأنه مكتفي ومكتني والله هي بحالة الركود وشبه الإفلاس والتوحش في التعامل الاقتصادي عند قدرة على الالتزام بمنظومة قيم عالية سامية كالسيادة واحترام حق تقرير المصير وردع الدول المتطاولة على السيادة مثل إسرائيل ومثل غيرها ورفض مد اليد للدول التي تدعم الإرهاب والدول التي تعمم الفساد والاستبداد كحالة سعودية أبدا وبالتالي شو اللي بدوا يرمم وضع أمريكا طيب وإسرائيل شو بدوا يرمم وضعها في خمسين مليون مهاجر يهودي بالعالم جايين على فلسطين لا يعملوا خلال ديموغرافي شو فيه فيه قملة نووية بدون يستعملوها شو فيه فيه صفر فيه قدرة على التسليم بحق الشعب الفلسطيني من حق العودة إلى القدس إلى 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 ما فيه شيء السعودية شو بها تعمل لها تتحسن وضعها جربت حظة العسكري باليمن وجربت مفعول المال والوهابية في سوريا شو بقى عندها بعد هي بدأت انتحر ذاتيا وتقرر التحول إلى نظام ديمقراطي يقوده أهل سعود بثقافة التغيير في حرب رأسه خبل بيسدق هذا الحكي بيسدق أنه نموذج عادل الجبير نموذج قابل للتصدير ما هو نموذج كساد ببلده ما حدا بيشريب ربع ببلده وبالتالي إذن لا قدرة على ترميم عناصر أردغان مجنون العظمة القوة الصاعدة واضحة التي تحمل منظومة أفكاره وقيمه مهابة وقدرة وإنجاز طلع ببوتين وطلع بوباما طلع بالسيد الخامناء وطلع بالملك سلمان طلع بالسيد حسن وطلع بسعب الحريري طلع بالرئيس بشار الأسد وطلع بكل طاقم الحكام العرب من أبيله وبالتالي نحن نعم العرب إلى أين؟ العرب إلى نهضة جديدة أنا مع برمي حماس ولا تفائل ولا بصنعه نهضة جديدة تشبه مع فارق قدرة الإنجاز لأن الزمن الاستراتيجي الذي تولد فيه مختلف تشبه مرحلة عبد الناصر مثل ما مرحلة عبد الناصر كانت مرحلة جذب مصادر القوة والنهوض والصعود والبناء هذه مرحلة قادمة بثنائية سورية عراقية تقتر وراءها دول المشرك وتضخوا إشعاعها إلى اليمن إلى الجزائر إلى مصر لتعيد هيكلة وضع عربي جديد هذه المرحلة القادمة بخلفية ثنائي إقليم دولي صاعد هو روسيا وإيران عندها قدرة الإنجاز لأنها أنجزت يعني لما بيقولوا ما هو الدليل على إمكانية الوقوع منقول لأنه سبق ووقع فخير دليل على الإمكان هو الوقوع فبالتالي إذا كان وقع الناصر يعني اللي انتصر على إسرائيل واللي عم انتصر على السعوري باليمن واللي عم انتصر على الإرهاب من القلمون لتوصل لريف حلب الشرقي والجنوبي واللي عم يتمكن من أن يردع الأمريكي من مجرد التفكير بالغزو هذا منتصل وخالص مسألة الزمن نعم مسألة الزمن والزمن أمامنا والإنهيار الدراماتيكي لا ينبقوا كم تا يحدث ما بيعرف الواحد أنت بالحروب هيك بتصير بالحروب بتاخد تلي بتاخد ضيعة بتاخد تلي بتاخد ضيعة وانت مفكر عم بتعد تلال وضيع بتطلع بالجغرافيا بتقوله بدنا مئة سنة لنقلصها مش هيك بتصير الحروب في واحدة من التلال والضيعة اللي انت عم تاخد تلي عم تاخد ضيعة واحدة منهم معها يحدث الانهيار الدراماتيكي في جبهة الخصم نحن بحرب الاثنين وتمانين كنا بعدنا بجبل صافي وقالوا لنا الإسرائيلي صار بالدمور لأنه مجرد ما كسر عقدة عين الحلوة نهارت أمامه الجبهات وصل على خلدي بست ساعات وهذا سيحدث في حرب سوريا وهذا سيحدث في حرب العراق وهذا ان شاء الله بالقريب القادم في المواجهة مع إسرائيل سترونه يحدث سترون انه في اشتباك بصير بمحل وشوي بمحل وشوي بمحل وفجأة بتلاقي الشباب الطريق مفتوح الدام لحيفة ولايافة ويمكن للأدس وبالتالي أنا أختم هنا أحبائي وأعزائي لأنه استهلكنا وقت الحلقة الساعة ما بقي عنا الديتين لأختم وقول فيهم استقراء الوضع العربي إلى أين نحن ذاهبون إلى نهضة عربية جديدة على خلفية نهضة دولية جديدة حامل دولي جديد يمثله الصعود الروسي الصيني الإيراني هذا الحامل الدولي الجديد هو حامل إقليمي لأنه حاضر في المنطقة بقوة بسبب قرب الجغرافيا بسبب حيوية المياه الدافئة للمتوسط التي تقع عليها بلادنا والتي تشكل عامل حاسم في نهوض قوة روسيا والصين وإيران وبالتالي على خلفية هذا النصر السوري العراقي على المشروع العثماني الذي يشكل النسخة الجديدة من مشروع الإمبراطورية الأمريكية بعد فشل غزوتها العسكرية في تعويم القوة الإسرائيلية الردعية والسطوة السياسية السعودية هذه النهضة الجديدة تستدعي مشروعا قادرا على الجمع بين العلمنا وبين الديمقراطية وبين الحرية وبين القدرة على حل مشاكل الإثنيات والأعراق وفي طلعتها طبعا مشكلة الأكراد أصل هنا إلى ختام هذه الحلقة أعزائي آملا أن أكون قد قدمت لكم وجبة تستحق في أن تكون لحلقة متصلة ببعضها لتقدم قراءة أولية في الإجابة عن سؤال العرب إلى أين إلى اللقاء في حلقة قادمة ستون دقيقة مع ناصر قنديل ستون دقيقة مع ناصر قنديل برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز ستون دقيقة مع ناصر قنديل تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع مواقف قادة وناشطين رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها ستون دقيقة مع ناصر قنديل ستون دقيقة مع ناصر قنديل